السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة سيدنا النبي مرة دخل الى المسجد فوجد اعربيا واحسن اليه فماذا قال كان عنده دابة والنبي الكريم اكرمه واحسن اليه ماذا قال قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا سيدنا النبي قال هذا الرجل ضيق واسعا اترونه اهو اهدى ام بعيره شكل اعقل وشهول البعير دياله قالوا لما يرسل الله قال الله تعالى خلق مئة رحمة مئة رحمة رحمة واحدة انزلها الى الدنيا يترحم بها كل الخلق الانس والجن والبنائم والطيور في السماء والحيثات في البحر من اول الخلق الى اخر الحلق رحمة واحدة انزلها الله في الدنيا وتسعة وتسعين رحمة ربنا ادخرها الى يوم القيامة في الجنة فقالوا اترون اهدى اضل ام بعيره لقد ضيق وسعا ربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء حتى ابليس قيل لما نزت ديالآية قال يا رب انا شيء انا شيء فاكتبني من اهل الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء فاعترض الله عليه ابليس طمع في رحمة الله رغم كل ما فعله هو سبب الكفر والفسق وسبب الظلم والطغيان سمعت الى ايه فطمع ورحمتي وسعت كل شيء فاجابه الله تعالى فساكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يمنون من الذي استحقوا رحمة الله الواسعة من عنده مضي الصفات الصفة الاولى ساكتبها للذين يتقون يعني فيهم التقوى التقوى هي ان الانسان دائما يستحضر مراقبة الله تعالى هذا الفعل يحبه المولى افعله هذا الفعل يبغضه المولى اتقيه وابتعد عنه ويوتون الزكاة من صفات الذين سوف ينالون رحمة الله الواسعة انهم يخرجون زكاة اموالهم والذين هم بآياتنا يمنون انه لا يجدل في آية الله عنده ادعان ويقين بكل اوامر الحق سبحانه وتعالى ويضيف ربنا عز وجل بيان صفة من يحتاج الى هذه الرحمة وهذا مهم جدا انتبهوا ثم قال الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم واسرهم والاغلال التي كانت عليهم الله اللهم صل على سيدنا النبي اللهم صل على سيدنا الحبيب الشفيع المختار سيدنا النبي مذكور في التوراة ومذكور في الانجيل هذا الكلام هو حكاية قرآنية يحكي بان هذا الكلام كتب في اللوح والالواح عند سيدنا موسى ومكتوب في التوراة بل ومكتوب في الانجيل جميع الانبياء ربنا سبحانه وتعالى امرهم بان يبشروا بالنبي المنتظر الذين يتبعون الرسول النبي سيدنا النبي محمد هو رسول ونبي رسول جاء بشريعة جديدة ونبي انباءه الله بالحق النبي الامي لماذا سمه امي لان سيدنا النبي ينتمي الى العرب وهم امة امية معروف انها لم تكن تكتب ولا تقرأ في الغالب الاعم قلة من كان يقرأ ويكتب حتى في مكة المكرمة عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة على رؤوس الاصابع حوالي سبعة عشر نفرا فقط وسمه الامي لانه لم يكن عندهم كتاب في ذلك الزمان اليهود عندهم كتاب مقدس وهو التوراة والنصرى عندهم كتاب مقدس وهو الانجيل فيسمون اهل الكتاب اما العرب لم يكنوا يسمون اهل الكتاب كانوا يسمون بالاميين هذا قضح لكن فيما بعد سيأتيهم الكتاب وهو القرآن الذين يتبعون الرسول النبي الاميين الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل اسم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة ومذكور في الانجيل النسخة الصحيحة من التوراة بشرت بظهور سيدنا النبي وقد نزلت على قلب سيدنا موسى الكليم عليه السلام كذلك اسم سيدنا النبي احمد مذكور في الانجيل وابشركم برسول نياتي من بعد اسمه احمد سيدنا النبي اسمه محمد واحمد احمد في السماء ومحمد في الارض جاء في الحديث ان اعرابيا لما سمع بهذا الدين الجديد فاراد ان يتيقن ويبحث فاذا به يبحث عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فوجدته بين رجلين فسأل من هلاء الرجلين قال داك الرجل داك اسمه ابو بكر السديق الذي عن يمينه والاخر اسمه عمر ابن الخطاب فالارابي تبع النبي الكريم وتبع صاحبيه فاذا بهم يمرون على رجل يهودي ابنه يحتضر او شكأن يموت كان مريد والرجل اليهودي يحمل التوراة ويقرأ فيها ويدعو الله تعالى يدعوه ان يشفي ابنه ويترحم على ابنه فلما مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفه وقال للرجل اليهودي الذي يقرأ التوراة قال له بالله عليك وبحق من انزلت عليه التوراة موسى اخي الكريم هل وجدتم ذكري عندكم في التوراة هل وجدتم ذكري عندكم في التوراة فأومأ الرجل اليهودي برأسه هكذا يعني لا لم نجد اسمك يا محمد في التوراة فاذا بابنه المريد ليوفرش الموت يحتضر رفع رأسه قال اي والله انك مدقور عندنا في التوراة فقال النبي الكريم الحمد لله الذي انطقك وفي لحظة مات الابن فأمر النبي الكريم ان يغسل الابن وان يدفن وان يصلى عليه لانه يؤمن برسول الله وانه موحد وليس مشركا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ماذا يفعل ما هي الادلة على صدق هذا النبي قد يقول قائل هذا النبي مجرد مدعي مجرد مختلق لكن الادلة على صدقه هو التعانيم التي اتى بها ما هي التعانيم التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا يفصل فيقول الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم علم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم هذه صفة النبي التعانيم التي جاء بها لكي نتعرف هل هو صادق ام مجرد مدعي ما دم يأمر بالمعروف وينعن المنكر فهو اذا صادق لان الاديان كلها الاديان اليهودية والمسيحية كلهم يأمرون بالمعروف وكلهم ينهون عن المنكر وكلهم يأمرون مثلا في المنكر هو اكل الحرام وهو الزنا شرب الخمر ايتيان الفواحش ظلم الآخرين اختصاب الاموال هذا كل منكر فالكل متفق عليه ويأمر بالمعروف يأمر ببر الولدين وصلة الرحيم والاشفاق بالمساكين والاحسان الى الفقراء هذا كل معروف فنحن متفقون في هذه المبادئ العامة ويحل لهم الطيبات ويحرم معلم الخبائط كل الاديان تتفق في هذا المبدأ سيدنا موسى عليه السلام شريعته الطاهرة في التوراة انه يأمر بالطيبات فينهى بني اسرائيل عن اكل اللحم الميت ينهىهم عن اتيان الفواحش عن اتيان المرأة في الحيض ينهىهم عن الزنا ينهىهم عن الفواحش كلها وبالمقابل يأمرهم بالطيبات باكل الحلال بان يتطهر الانسان بان يعيش الناس بخلق حسن فنحن متفقون ويحرمهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائط هناك اضافة ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم ما تتميز به الدعوة الاسلامية المحمدية عن باقي الاديان ماذا؟ هي انها شريعتها خفيفة شريعتها ميسرة الشرائع السابقة كانت شديدة بني اسرائيل ربنا اعطاهم شريعة قوية وفيها احكام غليظة حتى ان التوبة لا تقبلوا الا بان يقتلوا انفسهم فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم لكن في الشريعة المحمدية ربنا عز وجل جعلها يسير ان الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غلبه سيدنا النبي لما بعت معاد ابن جبل وابو موسى الاشعري بعتهما قال تطوع ولا تختلف يسير ولا تعسر بشير ولا تنفر الشريعة الاسلامية تمتاز عن بقية الاديان من اهل الكتاب انها ميسرة ربنا انزل علينا خواتيم البقرة امرنا ان نقول ربنا لا تواخدنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقد جاء في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم ان ربنا عز وجل كان اذا اكل لدعاء كان يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت فربنا لا يكلفنا الشدة في الشريعة الاسلامية السمحة قال يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون الخطب هنا كله موجه لبني اسرائيل هذا الكلام هذا النص القرآني مدكور في الالوح التي جاءت عن سيدنا موسى عليه السلام ومدعوون للامان بهذا النبي الكريم فالذي يؤمن به امنوا به وعزروه الخطب ايضا موجه لمن لبني اسرائيل من اهل الكتاب الذين كانوا في عصر الدعوة في مكة المكرمة سيدنا النبي كان غرضه ان اليهود المتواجد في مكة المكرمة وما حولها كان هناك يهود يترب ويهود تيماء ويهود خيبر ويهود بني قريضة ويهود بني قينقع كانوا من اهل الكتاب فحاول النبي الكريم سيدنا محمد ان يربط معم علاقة مودة قال لهم انتم اهل كتاب ونحن اهل كتاب انتم تأمرون بالمعروف ونحن نأمر بالمعروف انتم تنهون عن المنكر ونحن نهدو عن المنكر انتم دينكم يأمركم يحلكم الطيبات وديننا يحل الطيبات دينكم يحرم الخبائت وديننا يحرم الخبائت بل وديننا يضع عنكم الاسر الذي كان عليكم من قبل ربنا جاء بالدين الاسلام لكي يزيل عنكم الشدائد التي فردت عليكم من قبل ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فكان سيدنا النبي يطمع ان يؤمن اليهود في مكة وما حولها لانهم اقرب من المشركون يعبون الاصنام والاوتان اما انتم يا بني اسرائيل لكم نبي امركم بالتوحيد وعندكم دين الله وتستغفرون وعلمكم العبادة والطاعة فانتم اقربوا الي من المشركين الذين يعبدوا الاصنام والاوتان هكذا كان النبي الكريم في اول الدعوة الاسلامية كان يتقرب الى اهل الكتاب فالخطبون موجه لليهود فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون من بني اسرائيل في ذلك الزمن ثم ينتقل ربنا عز وجل في الخطاب ليخاطب الانسانية جمعا هذا خطاب لبني اسرائيل الان ربنا سوف يخاطب الانسانية جمعا الى قيام الساعة ماذا قال قل يا ايها الناس من هم العرب لا اليهود لا النصر لا كل الانسانية قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فسيدنا النبي دعوته هي دعوة شاملة ودعوة جامعة فالنبي الكريم يمتاز عن بقية الانبياء السابقين ان كل نبي دعي لقومه في زمان معين ومكان معين ولقوم معينين ولفترة محددة كل نبي عنده فترة محددة باستثناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعت للعالمين وبعت لقيام الساعة والى ابد الابدين قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت الى ما بدع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الى ماذا دع دع الى توحيد الله الى افراد الله بالعبودية اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض الملك لله والحكم لله والامر لله لا ilaha اله يحيي ويميت هذا الامر متفق عليه بين اليهود بين النصارى وبين المسلمين متفق عليه بين اهل الكتاب إذا لقيت يهودياً أو نصرانياً لن تجد اختلاف بينك وبينه في هذا المبدأ هذا متفق عليه ثم قال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ربنا يخاطب هنا كل الخلق خصوصاً أهل الكتاب فسيد النبي محمد بماذا يمتاز عن بقية الأنبياء إنه يؤمن بكل الأنبياء إنه يؤمن بأخيه موسى كان يقول أخي موسى أخي موسى أخي موسى سيدنا موسى دكر في القرآن مئة وإحدى وثلاثين مرة ودكر في أربعة وثلاثين صورة سيدنا المسيح دكر سبعة وعشرين مرة سيدنا محمد لم يذكر في القرآن إلا أربع مرات وده احتفال لكي يدعو إلى الحوار بين اليهود وبين النصارى على كلمة سواء وأنك قواسم مشتركة بين الأديان السماوية وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين كان يقول أنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين فصلوات الله وسلامه على سيدنا النبي محمد وطوب لنا طوب لنا أمة الإسلام طوب لنا أمة لا إله إلا الله أن جعلنا الله تعالى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيا بنا أيها الأحباب الكرام في هذه اللحظة نصلي ونسلم على هذا النبي المختار الذي أكرمنا الله به طوب لنا معشر الإسلام طوب لنا أهل الإيمان بهذا النبي المختار وعلينا أن نفتح الجسور ونفتح الحوار مع غيرنا من أهل الأديان ونقول هلما إلينا جميعا إلى حضيرة الإسلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا بقينة تشجيعا بقينة تشجعا بقينة بالتشجيعا تشجيعا بقينة